نساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اللي مقبت لكم وصفة حاجة جدا روعاء اللي هي لحمة الراس أو راس الخروف أو راس الغنمة ايش يقولوا له طبعا لو تعرفوا اني اخاف اطبخ هذا الشي يعني هو من صغري عمي حصل لي كده موقف وخلاص وصرت اخاف حتى يعني استويت اخاف امسكه لكن حكم القوي على الضعيف اخي يحب الراس فقال لي انا اشتي راس اللحم واني مقدش اقول له لا اول مرة في حياتي اطبخ لحمة راس يعني عملته مرقة طبعا هذه طريقتنا وانتم اكيد في طرق تانية اكتبوا لي اياها في التعليقات هنا شوفوا قبت ماء عالي بحرات غرفة حطيت راس اللحمة وخليته طبعا يغلي لما يطلع الريم حقه أو الزفرة ايش سموها هادي المهم نحن سميها ريم أو الزفرة تمام طلعوها تمام عشان تصفوا الماء يكون الماء عشان المرق يطلع حلو طعمه لازم تصفوها تماما من هادي الرغوة اللي تطلع البيضة حتى ارفعوا النار هي لما تكون النار عالية هي تطلع يعني تخرج بس اني وطت النار عشان التصوير والكاميرا يطلع عليش بخاء ما يطلع عليش بخار لكن اني ارفعها ولما النار تكون شغالة عالية يعني تكون عالية النار زي كده يعني تطلع الزفرة بسهولة او اللريم يطلع بسهولة تقدير تبعدونا الآن بضيف الخضار حبه بطاط حبتين كوسة ممكن قزر شوية كزبرة وكمان بصلة وطماطم هادي هي اللي هي الخضار واكيد كده اربع فصوص طوم مدقوغة كده مع ملح الآن بضيف البهارات عندي السبعة بهارات وعندي كمان فلفل اسود وكركم وعندي البهارات البدوية حق المرق وكمان حطيت من البهارات الصحيحة هيل وقرفة يعني عود قرفة وكده حق اربع فصوص هيل تمام وكده حركونا طبعا ما في باش قرونفل بس اذا حابين تحطوا قرونفل او المسمار حطوا عادي خلاص قلبوه كده طبعا ايش اقولكم هذا يعني البهارات اللي اني حطيتها طبعا البهارات السبعة بهارات على طريقتنا على الطريقة اللي اني لزلتكم ياتا لازم تعملونه هي هي لتعطي طعم واكد ضفت ملح الملح حسب الرغبة لكن اذا بتعملونه شوفوه بدلست عادي او بقدر عادي لا تضوفوش الآن الملح بعدين بعد ما يستوي الملح لكن لاني اني بطبخه بقدر الضغط ضفت الملح لانه الملح يعمل ياخير تسوية اللحمة يخليها عرزة او قوية يخلي اللحمة لما تضوفو الملح من البداية لا لكن ضوفو الملح بعدين لكن عند بقدر الضغط عادي ضوفو الملح مع البهارات الان بعامله مثل اي لحمة بضغطه بالضغط بخلي الصراحة اني بخلي الراس لمدة ساعة على الضغط اول منته بحسب له الساعة بعد ما سمع الصفارة بخلوه على النار عالية اول ما سمع الصفارة بوطي النار او طحاقة وبحسب له ساعة لمدة ساعة بعد ساعة اقول لكم تعالوا شوفو كيف ماشاء الله المرقة طعام حلو وكمان الراس ماشاء الله دايب طبعا اني ما اكلش لحمة الراس اخي الوحيد اللي ياكله لا اني ولا زوجي يناكله بس اليوم قبلنا عشان اخي كنت مبسوطة اني اني ما باعملش ابدا لحمة الراس يعني او لحمة الراس يعني كنت اقول خلاص يعني زوجي مياكلوش خلاص واني اقول تركم اخاف 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 حتى امسكو يعني كان الصراحة كان امتحان لي مش عارفة كيف طبخته لكن طبخته حلو اخدت الطريقة من اخت اتصلت عليها قلت له كيف اعمل لحمة الراس فقالت لي لي طريقتين اما تعمليها نفس كده مرقة او انك تعمليها بالفرن بس لازم تسلقيها سواء انكم بتعملوها بالفرن لازم تعطوها فورة يعني بعدين تتبلوها وتخلوها بالفرن زي الحنيد تعملوها او انه الان تطلعوها من المرقة وتحمروها بالفرن تدهنوها تدهنوها نعم بصلصة وتتبيلة نفس تتبيلة اللحم تدهنوها وتدخلوها الفرن تتحمر التتبيلة اللي بتتبلوها نفس تتبيلة الحنيد اللي المرة نزلت لكم ياثا تدهنو الراس وخلو انه على شواية من فوق يتحمر من كل الجهات وخلاص يكون جاهز او اذا بتعملو انه بس فورة واحدة وبتطفوه عليه يعني بتسلقوه بس يعني شوية بعدين بتطلعو الرام منو بعدين بتحطوه بالفرن بتتبلوه عادي يحملو له ورق زبدة وقصدير كأنكم بتعملو حنيد عادي زي الحنيد وخلاص تخلوه بالفرن بس يفضل انه تعملو انه مرقة وقنبو يوصلها لحم لانه راس اللحم يكون يكون خفيف يحتاج يحتاج وصلها لحم جنبو يعني من ياد كدف فخض اي حاج افقرات يعني تعملو عشان تطلع المرقة حقوه كمان تقيلة وتقدروا الخضار تخلوه من خوض فيبو وبطاطا وهو على طلب اخي يشتي بطاطا وكوسة فيبو وبس والله تلاكلو انه كده مع الليمون طبعا طبعا اخي قالسي علمني كيف افتح الراس كيف اعمله لانه انه اني معارفش قطركم اني ما متعاملتش معا ابدا والان قلسي علمني شفي وقولي ايواض اضغوط زي كده السكينة بعد كده زي المفتاح تفتح النوع هو اساسا داعي بيفتتح بسرعة شوفوا كيف وزي المفتاح طبعا اني اول بالبداية ما عارفتش بعد اقول لي لا اعملي مش كده تقطعي زي الكيكة لان انا عملتها عملات قطو والله كيكة عرسي كده تعملي قل زي المفتاح نفس كده شوفوا كيف موضح لكم الان انا حلبت علي السكينة بعد ان قللي كده نفس المفتاح يعني تحركوا السكينة يمين ويسار لما ينفتح معاكم بس مش نفسها مش نفس الكيكة يعني تقطعوا زي اي عادي زي ما تفتحوا حاجة لا لازم يمين ويسار يمين ويسار لما ننفتح معاكم ما شوفوا المخ كمان واللسان انا شوفوا انا صغيرة كنت اكل اللسان كانت امي تعمل لي وكده مع الليمون وكنا ناكله عادي بس بعد ان كبرت مع ما عدا احبشش لحمة الراس ابدا ما عدا اكلش لا اللسان ولا المخ بس اتذكروا اني صغيرة كانوا يضحكوا علي مدرقش يقولولي شكلوا يقولولي بتكوني دكية او حاقة وكنت ااكله لكن خلاص الان لما هوا حد كبر معا حد يقدر يضحك على حد شوفوا مع الليمون ياكلوا كده مع الليمون اكتبولي من يحب لحمة الراس يعني وكيف تعملوها وفي طرق تانية انكم تعملوها اكتبولي عشان نحنا نستفيد كلنا وان شاء الله لما يقبلي راس تاني اعملها نفس طريقتكم وانقرب يعني لأكماني اني اول مرة اعملها هذا كان الفيديو بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم اليوم قبتلكم طريقة لحمة الحنيد اليوم قبتلكم غدا العيد حاجة جدا روعة وشوفوا كيف اللحمة دايبة تطلع من العدم صح ان الوقت طويل في الفرن تاخد بس تاكلوا ألد لحمة هنا شوفوا عندي لحمة مفرزنة انا طلعتها من الليل على التدلاقة تفك شوية يعني تفك الى الصباح فكت ودابت خاص اشطفة بالماء وخلص على طول انشفة وابدأ اتبله وانا احب مع اللحمة الحنيد احط بطاطا وبصل خصو اذا عندكم اطفال يحبوا كتير البطاطا والبهارات عبارة عن فلفل اسود وكركم وعسل وملح طبعا وكمان اضيف شوية ثوم الان اش اول بسوي اول حاجة باخد كده قطعة من البصل والثوم وشوية من الماء بطحنهم طحن ناعم او ممكن تبشروا بالمبشرة البصل يطري اللحمة ويخلي طعما حلو تمام بعد كده خلاص شوفوا كيف بعد ما فرمته كده فرم ناعم بضيف الكركم والفلفل الاسود والملح وكمان اخلطه تمام ودوق الملح طبعا على الكيلو اللحم ياخد عشرة جرام ملح تمام وضيف العسل واخلطه تمام تمام هذه فقط البهارات لا تحاولوش تكتروا بهارات نحن نشي نستطعم اللحمة يعني منشي نستطعم اللحمة كل بهارات حتى تكون طعامه مش حلو عشان كده خليكم حتى بس على فلفل وملح اني خرمت هنا اللحمة عشان تدخل التتبيلة تمام بعد كده تدلكوا تمام اللحمة عشان تدخل فيها التتبيلة تمام هنا عندي البطاطا والبصل بعمليه تخريمات كده يعني تخريمات بسيطة وبده هنا كمان بالتتبيلة عشان تتبه المزبوط اخر شي بضيف عليها زيت من غير ما ادعك عليه بس زيت كده رش من فوق تمام من الجهتين اللحمة اخر شي بضيف ثلاث تمرة التمر يخلي اللحم ينضغ بسرعة وكمان يعني يستوي بسرعة وكمان طعمه لديد مع التتبيلة الرهيب واذا عندكم مغاضيف او معاصي بضفوها تطلع لديدة مع الحنيد خلاص غلفته تمام الان بدخله على فرن حار حرارة 200 لمدة نص ساعة بعد نص ساعة بوطي اوضح حاجة يعني مية وخمسين بخلي او مية وثلاثين حرارة الفرن وبكون كل نص ساعة اقلبه اقلب اللحمة لمدة ثلاث ساعات وانتم تلاقوا لحمة زي الزبدة يعني هو انا عملته على على نر هادئة المدة ثلاث ساعات لا تقولوش الوقت طويل ابدا مش طويل هنا دهنته بالصوص اللي نزل منه او الدهن اللي نزل منه وهنا ضفته على الرز انا عملته رز مكشن بنزلكم طريقته ممكن تقدموه مع رز ابيض وشوفوا كيف ما شاء الله البطاطا سلمة والثمر سلم من غير ما يتكسرو حتى البصل ابدا منهراش مع انه ثلاث ساعات بالفن طبعا ممكن تحتاجوا انتم اكتر من وقت على حسب حجم اللحمة ممكن اربع ساعات بس الحرارة تكون شوية نازلة قدمتوه مع الشتني والسحاوق الشتني عملناه بجوز الهند حاجة جدا روعة وهنا قد افاقئ زواجي اقولوشوف ايش عملتلك هنا الصلطة وهنا كمان ما شاء الله شوفوا كيف لحمات الحنيد جدا روعة شوفوا ما شاء الله كيف الطراوة وانه لونه من داخل فاتح شوفوا كيف لونه بنكي كده فاتح تعرفوا ليش لانه انطبخت على نار هادئة شوفوا اللي تقولوش الوقت كتير طويل لا زي ما تطبخوه على حرارة 200 لمدة ساعة ونص او ساعتين نفسه زي ما تطبخوهنه على حرارة واطل مدة 3 ساعات اربع ساعات نفس استهلاك الغاز عرفتو نفسه لانه داك على نار هاد او داك على نار عالية ما شاء الله البطاطا دايبة وهنا شوفوا كيف اللحمة كيف وردية يعني بتعملوا في العيد طبق فخم يعني من قد ارفع الراس لحمات الحنيد مش لازم تستخدموه وصلة كبيرة اني فضل الحنيد مقطع يكون شوية وصل وسط يعني ما فضلش الحنيد وصلة كده كبيرة بس عادي ممكن تستخدموه كتف مع يد او فخد مع ساق يعني زي ما تحبوه لكن كل مكان كده قطع يطلع حلو كمان الحنيد قربوا طريقتي بالعافية ليولكم ولا تنسوا تضغطوا على القلب